زي ما الناس توقعت بالضبط الزمالك حيسيطر على أفريقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته هو وكاندا فوريفر بس الحلقة دي مش مقتصرة فقط على التريلر بتاعت وكاندا فوريفر لس عندنا الأخبار بتاعت فيز 5 وفيز 6 من المارفل سينماتيك يونيفرس والتريلر والتفاصيل دي تم إعلانها يجي من 10 تيام تقريبا بس من ساعتها كنا مشغولين في حاجات وحلقات تانية وهو الصراحة مع توالي الأخبار وتوالي التريلر وتوالي المسلسلات وتوالي الأفلام بقى صعب علي أحدد إيه الحلقة اللي جاي على فيلم جامل بس قلت بما إننا عملنا حلقة عن مشاريع دي سي من المنطقي إن احنا نعمل حلقة عن مشاريع مارفل خصوصا وإنها لو ما تعملتش دلوقتي يبقى خلاص مش هتتعمل هنبدأ أولا بالتريلر بتاعة وكاندا فوريفر مع تحذير وتوضيح غريب ولكن ضروري دلوقتي بالنسبالي زي ما أنتوا عارفين حلقات التريلر رياكشنز هي أكتر حلقات عندي بيجي عليها كوبيرايت كليم ومن المتوقع جدا إن الحلقة دي حييجي عليها كوبيرايت كليم لو التريلر اشتغلت فيها بالكامل فأنا حصور رياكشن على التريلر وحنشره بس لو جالي كوبيرايت كليم حعمل ميوت للجزء اللي عليه اعتراض أو يمكن أقطعه من الحلقة بالكامل بس اللي أكيد إن شاء الله حيفضل معنا هو الجزء بتاع التفصيص فيلمنا بيحمل عنوان بلاك بانتر وكاندا فوريفر البوستر جامد جدا معاد العرض هو 11-11-22 عيد ميلادي إن شاء الله حيجيبوا لي هدية والفيلم مش هيتعرض خالص الفيلم بيحتفظ بالمخرج بتاعه رايان كوجلر من أكتر المخرجين اللي بحبوهم مؤخرا وبعد الخسارة الفادحة المتمثلة في تشادويت بوسمان البطولة دلوقتي بقت لليتيتا رايت لوبيتا نيونجو داناي جاريرا وينستن ديوك يمكن يرقه ويبقى ضر رئيسي بشكل أو بآخر ويبقى الكاست بقى مارتن فريمن وحاجات زي كده وأنا لسه محتفظ بالرهان بتاعي والرهان بتاعي للي ما يعرفوش هو إن مايكل بي جوردن كيل مونجر راجع إن شاء الله في الجزء التاني استنادا لمشهد عابر في انفينيتي وور ناس كتير اختلفت عليه ولكن أنا تفسيري لي إن كيل مونجر راجع قبل ما نشغل التريلر بس حابب أوريكم التصميم الجديد من فورزا اللي كان المفروض يتم إطلاقه بمناسبة عرض فيلم Thor Love and Thunder واللي على يبدو كده مش هيتعرض عندنا خلاص التصميم ده ممكن تطلبوه من صفحة فورزا على انستجرام اللي لينك بتاعها تحت في البيسكريبشن ولو قلتوا إنكم جايين من طرفي أو من طرف فيلم جامد هتاخدوا ديسكاونت ضريف وفيه تصميم تاني حابق فرقكم عليه في الفيلم اللي جاي اللي حيتمنع إن شاء الله ويلا بينا نشوف التريلر اللي كالعادة مشوفتهاش ولا مرة حشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة فيلا بينا لا لا يا لا اشتركوا في القناة 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 اللي دايرة دي حزن كبير بقى حزن كبير جدا يعني دي المالكة وهي بتعترض في الامم المتحدة على الهجمات اللي اتعرضت لها وكان دا من الناس اللي كانوا نطين في الفسقية دول شفتوا؟ ودول الناس اياهم شكلهم عاديين يعني ومالك جدع اللي كان من وراء شكله دانه كان غريب ليه؟ معلمي جيمز بوندو بس دول شكلهم مش افريكي اوي يعني والجدع دا دلوقتي بقى شكله زي ما يكون بني قدم طبيعي ومالليل بعت اللي في الاول دي وفي عداء ما بينهم وما بين امباكو اوكي؟ مركز رأة جديدة دا هو نفس الجدعية مين في الممثلين دا؟ ايه بقى؟ طب احنا دلوقتي لو دخلنا على قيمة الممثلين ممكن نلاقيه ونعرف دا مين؟ اهو اسمه تنوش ويرتا طالع بدور نمور يعني جاي تنمر علينا طيب؟ وحوش الكوميكس بقى عنده معلومة يخدمنا بيها في التعليقات والنبي ومش عايزين نظريات عايزين معلومات من الناس اللي مذكرة المعنى كده ان في جانب من الاحداث والاكشن هيحصل في امريكا ودي بتعيط ليه؟ بتولد رخرة ولا ايه؟ تحت الميا يا برينس انهر لوحة بلاك بانتر دهبي كلمونجر ان شاء الله حاطلع صح جدعان اللقطة دي في التريلر جاية مع لاين في الاغنية اللي شغالة في الخلفية بتقول ورق ان الجوانب المهمة من الفيلم ما شفناش منها حاجة لحد دلوقتي درجة ترقبي للفيلم عشرة من عشرة بكل تأكيد يا جدعان وكان ده فوريفر دوت من الافلام القليلة اللي جاية في الخطة بتاعة مارفل اللي فاهمين اولها من اخرها على الاقل عارفين ان في حدوتة بنستكملها في مكان حبناه بنستكمل حدوتة فيلم كان حلو وكلنا اقتنعنا بيه وخلونا دلوقتي بقى ندخل في العك لما في الكوميك كون مارفل قدمت لنا نهاية فيز فور وتفاصيل فيز فايف وكذلك بعض الخطوط العريضة لفيز سيكس المتبقي عندنا من فيز فور هو مسلسل شي هالك المتوقع عرضه يوم 17 اغسطس واللي انا شخصيا مش مهتم بيه قوي وزي معرفنا في فيلم بلاك بانتر واكاندا فوريفر 11 نوفمبر لو اتعرض عندنا الحدوتة اللي مقدمينها لها علاقة بنمر دوت او نمور دوت يتهالي لو دورنا عليه شوية حنعرف ده مين وايه حكايته في الكوميكس بس ده مش موضوعنا دلوقتي وبعدين تنطلق المرحلة الخمسة البداية مع برضو احد الافلام اللي احنا عارفين على الاقل اولها من اخرها انت من اند واسب كوانت مينيا وظهور متوقع لكانج دا كونكرر جوناثان ميجرز اللي شفنا الاول مرة في مسلسل لوكي في الموسم الاول يعني استمرار لفتح الابواب الخاصة بالمالتيفيرس بعدين في ربيع 2023 عندنا مسلسل سيكرت انفيجن استكمال اكبر للخط بتاع الجاسوسية والمؤامرات الخاص بنيك فيوري وان كان في ممثلين كويسين وشخصيات من اللي احنا عارفينها كمان بس زي ما قولت انا في المسلسلات يعني تتعرض وبعدين بقى نشوف لو هتاخد اهتمامي ولا لا عودة للوجوه المألوفة نهاية رحلة في خمسة مايو 2023 الحدوتة بيقولوا ان فيها تركيز اكبر على خلفية روكت بعد كده عودة للمسلسلات مع ايكو ايكو في صيف 2023 الشخصيات المتعلقة بالموضوع هي الشخصيات اللي اتقدمت في هوكاي اللي انا شخصيا ما شفتوش وما عنديش رغبة ان انا ارجع له فده مسلسل يعني لو ما حصلتش حاجة مهمة اوي فيه تدفعني في طريقه بالعافية غالبا مش هشوفه ونروح بعد كده للموسم التاني من لوكي كذلك صيف 2023 لوكي الاول عندي عليه تحفظات كتير بس اتفرقت عليه وانتوا عارفين قد ايه انا بحب لوكي فده غالبا من المسلسلات اللي انا مهتم بيها واللي هشوفها بليد 3 نوفمبر 2023 ماهرش العلي تقديم شخصية جديدة باجواء جديدة تماما على مارفل سينيماتيك يونيفرس ايرن هارت وايرن هارت مسلسل في خريف 2023 تركيز على خط احداث وشخصية حيتم تقدمها في بلاك بانتر وكندا فوريفر بس هقولكم على حاجة ركزوا على شكل القلب اللي ورده وركزوا معايا على اللقطة دي من التريلر نستكمل الرحلة مع مسلسل جديد اجاثا كوفن اوف كياس شتاء 2023 2024 استكمال الخط الاحداث بتاع واندا فيجن حقيقي لسه مهتمين بدا خبر مهم جدا لكل الناس اللي كانت بتحب دار ديفل بانه راجع تاني رابيع 2024 شارلي كوكس راجع كينج بين راجع بس السؤال ببساطة حيكون على نفس مستوى الجرأة بتاع الدار ديفل اللي كان على نتفلكس ولا لا ونرجع تاني مع الافلام وكابتن امريكا نيو وورد اوردر 3 مايو 2024 كابتن امريكا بتاعنا هو سام ويلسون فيلم مش مسلسل خلونا فاكرين رهان كبير معقول يكون في محله ثاندربولت يوليو 25 فيلم نهاية المرحلة الخامسة في فرايتي بيقولوا انه هيكون مشدود على الخطوط بتاعت حاجة زي سول سايد سكواد الشخصيات بتاعتنا هي الشخصيات الثانوية المهملة اللي ظهرت في الافلام والمسلسلات اللي شفناها مش عارف المرحلة الخامسة بتفاصيلها مش وحشة فيها حاجات انا مهتم بيها واعوز اتفرج عليها الفصل القادم في الحدوطة بتاعت انت مان الفصل الاخير بتندرج ما بين مش عارف وما بين مش عاوز ومارفل ما توقفتش هنا ودت خطوط عريضة للمرحلة السادسة كذلك فانتاستيك فور يا رب المرة دي نوفمبر 2024 وبعدين فيلمين افنجرز افنجرز دا كانج داينستي في 2 مايو 2025 وافنجرز سيكريت وار 7 نوفمبر 2025 يعني بينهم 6 شهور بس ايه الحوار ايه الصراع مين الابطال دي كلها حاجات ممكن نطلع عليها نظريات بس مش واضحة الحاجة الوحيدة اللي واضحة هي الشرير الفيلن من الواضح انه هو كانج وخلونا فاكرين حاجة مهمة لغاية نوفمبر 2025 مفيش اي كلام عن فيلم جديد لسبايدر مان مفيش كلام عن اي فيلم جديد لشانج تشي هل فريق الابطال الجديد بتاعنا كله ابطال ما تقدموش لحد دلوقتي طب ليه اهضرنا المرحلة الرابعة لان الحد دلوقتي مش فاهم كانت ايه اهداف المرحلة الرابعة يبدو اننا دخلين على رحلة طويلة جدا انا حقيقي مش عارف احدد موقفي منها ملف المسلسلات اللي كان غامض بالنسبة لنا خلاص اتعرفنا عليه وقررنا ان فيه حاجات كويسة وفيه حاجات حتى مش عاوزين نبص عليها علاقة المسلسلات بالافلام بقت واضحة فيه بعض الاتكال انا من الناس اللي حظي كان حلوي ان اللي تم البناء عليه الحد دلوقتي كان في المسلسلات اتفرقت عليها بس انا مش ناو اتفرج على كل المسلسلات اللي جاية ده اثر بالنسبة لي على تجربة مشاهدة الافلام حيبقى عامل ازاي والمنطقة عندنا مول تاني احنا مشوفناش كل افلام المرحلة الرابعة هل المرحلة الخامسة او المرحلة السادسة حتتعرض ولا لا المسببات لسه قائمة والحوار يبدو انه غير قائم لذلك فانا بقول ان تجربتنا في المنطقة العربية مع عالم مرفل السينمائي اصبحت في خطر مسلسلين تلاتة كمان ما بنتفرجش عليهم فيلم ولا فيلمين مش هيتعرضوا عندنا واتصور ان محاولة المتابعة هتبقى شيء صعب قوي فانا مش عارف اذا كنت المفروض اتفائل او اتشائم بالنسبة لعالم مرفل السينمائي الموجه للعالم بشكل عام ولكن متأكد اني متشائم بخصوص مستقبل عالم مرفل السينمائي بالنسبة لنا هنا في المنطقة ده رأيي وده انطباعي الاهم منهم رأيكم وانطبعاتكم ياريت تساهموا بيهم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو انستجرام وبي باي